صباح جمعة طيب ياسين صفوت الرحمن من ديوان السيدة الأكبر السلام عليكم السادة العجيمية محل محل إن شاء الله طيبين سيدة مونيرة وكلكم بخير وعافية دكتور صفاتنا أصرشة ومزمل وفاطي كلهم إن شاء الله بألف خير السادة العجيمية أينما كنت صباح السعيد علينا وعليكم إذن جمعة فوق العادة وعنوانة بكفي شايف جحفان كتبوا بزيادة ونقصة عن الليلة إذن حاجات زايدة وحاجات ما أقصى والله الكهرباء في فتيل طبعا معنو مبالغة يعني حر برضو الحمد لله وشكرا لله إذن من مناخات بيئية بعد شوية الخرطون حتكون عاصمة جاهزة الأمطار لكلام البيتقال ده بعد شوية حنالق روحنا كل نغرقنا كل الحاصل ده ظروف حياتية صعبة جدا لقوة شرائية جدا لبع المنازل والحاجات ومغادرة كبيرة جدا هجرة من الشعب السوداني يجب أن الناس يكون عندها قوة صبر الفادة وتقدر تصبر على الحاصل يعني الناس يقول لكم الله البلدين لا تنقيد والله البلدين قادر البلدين بلدنا يا جماعة مهما حصل فيها ومهما كان برضو الناس دائرات تطوروا دائرات تقديم تبشرية جدا لكن فكرة تنحرر الغاتل ده مع الظروف البيئية الحياتية هذه للكهرباء الحقيقة برضو مستحيلة يا جماعة نحاول نكون منطقي انتجاه دائس كثيرة حصلت في السودان بتلقى الثورة شغالة في حتة والناس ما عندها أي علاقة بل بالحتة الثانية يعني وكان ما انقسمنا إلى أجزاء وأنصافة حتى أرانا بيقيت ما متوحدة جماعة والله ما قاعد تقول فجر يعيش في بيت الخلافة التفكك والخلافات والمشاكل دي كلها ما بيتؤدي لك الدام تربال السوداني برضو بتلقاه على بوستاد بيشكي وضعه وضع الزراعة جماعة برضو في السودان دائر برضو الحكومة تقيف معاه لأنه إنسان بسيط ودائر يتقدم ودائر يبع محصوله دائر برضو لقالي يربح يعني مشاكل ذاتها من تمويله من ظروف البيتر بالسودان ده لازم برضو نخد عليهم خطينه والمزارع سودان دي حاجة مهمة يا جماعة الزراعة دي حياتنا ودي بلدنا حنا زادنا لينا كم سنة في نفس مشكلة القهربة دي يا جماعة سنويا إحنا في نفس المشكلة سنويا منقول الخرطوب عاصب جاهزة عندنا مشاكل الآن جامعات فيها مشاكل الصرف الصحي مبالغ فيها جماعة دي كيف الحياة دي حتحلة يعني تتكلم عن ناس الدولة دي العديل كده المشكلة شنو لازم احنا نعرف مشكلة مشكلة ونقدر نقعد بمنطق نحلة ندخل في السيستما الإدارة لحلة نعرف ان نحلة نشوف ناس خبرا يقدروا يحلوا المشكلة دي عشان نقدر نتقدم لجدام الحياة دي كده ما بتمش والله الناس تكون منطقات اجاه بعض وتكون واضحة وتكون زائدها موضوعية عشان تقدر تتكلم الناس بتقعد بموضوعية او بشفافية عالية عشان تعالي المشاكل وممكن حنكون في نفس المحلة كثير يعني او في نفس القصة عشان كده الناس يعني تقدر يعني تحاول التحيد من الظواهر عسى في فترة الفاتقة او في مشهود للشرطة برضو تحية اليوم انه قدروا برضو في حسابات ما 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 زالت يعني برضو تحية طويلة في نفس وريحة فيها رغم المجهودات دي مجهود مغدر ومشكور لكن برضو الناس تحاول يعني ما يبقى ضغط كبير كده المواطن السلطان تبقى كادح وكتر مبالغ فيه يعني دي حاجة اصلا يعني ما بيسكد عليها بيبقى الظرف اكبر من احتمالك وكبر من انك تتقدر تعاني الحياة متعبة الاسعار غالية جدا النار الطمح وادا رئيسية كل زول بيبيع براوة الظروف ما ماش دي ما مبتج دي بلدنا وإحنا نتحدابة يعني 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 مرحبتين بلدنا حبابة دي نحنا واحدة من الحاجات اللي إحنا قاعدين نغنيها قاعدين يعني نتمنى إنها تقبر وتدعلى وتمشي لكتاهم نعرف نحاول نحدد مصيرنا نحدد أهدافنا عشان نقدر نمشي لكتاهم ما عندكم مانع الأنيقعة 8 حسين نبدأ بحلقاتنا الليلة واحد منا وغنياته الشهيرة المصير ونمشي معها على هذه الحلقة نلقى وغنياته نلقى ومنياته نلقى بيوفه نلقى أفراح إن شاء الله غادي معها لكن بقوة يا جماعة قدام لازم نتقدم لازم كن عندنا نلقوة ننواجه نقول حقائقنا نقول الغلط والصح ونمشي لقدامه دي زيادة والنقصة اللي هو نفسه راجع للعاب وعدمه وسط الحرب نتكلم بشفافية بوضوح عشان نقدر نتقدر الحقيقة دي ما في زي عاش حباكم عاش اشتركوا في القناة 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 موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 كذلك التعليم لوقي وحاجاتنا نحارب المخدرات يا جماعة واحدة من الحاجات المفروض نعمل لها النقصان ضرب عديل بلوك دي لازم نحارب إحنا نحاربها في البيوت نحارب حرب أسرية نحاربها في إنه نفس عنا نتعامل معها بموضوعية نتعامل معها بموضوعية ونشوف دكاترتها ونشوف الناس بتقدر توعيها لأنه الساح في مشاكل في الجيل الشبابي الآيس ده واحدة من المشاكل كلمة بموضوعية اللي انتهت ماشا تنتهي من جيل كامل سودان عشان كده يا جماعة لازم نتعامل بمشاكلنا بواقعية قلينا نتعامل رأسنا في الرملاء ونكون زي نعامة وزي كلام زي ده ما بينفاع النعامة ذات عندها أسباب اللي دفراسة في الرملاء نحن نكون عندنا أسباب موضوعية اللي يحصل في بلدنا ونحارب كل حاجة براعة نحيد من الانتشار نحاول ننتهي منا نحارب الموضوعية وبذكاء نحن ممكن نتقسم نتقسم يد على يد تقدع بعيد ومجي زي ده وقدمنا مواكب وشغل زي ده ونكون لحد أسباب قادرين نتطور فقط على مستوى الكهرباء هذا ما بحصل الله حردة سوق تقود في البيت والتحران وعرقك سائل تعبان الكهرباء نحن نحن نتفع بسودان ندب أي طريقة إن شاء الله من الجمعة الجاية كل واقعنا وكل حياتنا بإذن الله نمشي لقدام ونتغير أسباب حاجة منك ونجي راجعي ياو بيتو نيابة عني حد يقدر ينسى النفس بس برضو يجب عليكم حق الإجابة لأنه برضو يعني كل إنسان عنده فهم وعنده معاييره اللي الفهم حتى لو بيترتفع الحاجات لازم يكون عندك وشاط نظر قدرة على الإصغال الرأي والرأي العخرة الأسبوع جاو بيتو نيابة عني حد يقدر ينسى نفسه من حلاوة الشوق وهمسه البديع ميزوغة عني حد يقدر ينسى نفسه نيابة عني حد يقدر ينسى نفسه يحانا وتريد وهمسه يحانا وتريد وهمسه يحانا وتريد وهمسه بكرة قال النيحة تنسو بكرة قال النيحة تنسو ياوبي الدنيا بعني حد يقدر ينسى نفسه ياوبي الدنيا بعني حد يقدر ينسى نفسه مين ومين بيقدر ينسى نفسه اشتركوا في القناة 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 ياوبي الدنيا بعني حد يقدر ينسى نفسه مين ومين بيقدر ينسى نفسه اشتركوا في القناة بتلقى منه حاجات ما بتدعيه اشتركوا في القناة 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 يكون انت عندك منصب يكون انت عندك حاجة الناس تحاول تصل معك لقدام او تحافظ على مكانتها لكن ده ما بوديك لأي حتة بخليك انت زادك لقدام تفقد وصيفتك وتفقد انسانك على العموم يعني عبر الاسير انت تحاول توصل صوت لهم لجهات يعني او بيتقول انه او صوت عتاب يعني وهي ذات واحدة بعبارتها المكتوبة لكن العدبة حتى ترضى على الساس ان الناس انها تتقدم وتمشي لقدام عندنا القدر عندنا الامكانيات عندنا الكفاءات حاجاتنا لقدام وياريت نتقدم وياريت نمشي لقدام عبر الاسير يا جماعة زيكم ان شاء الله طيبين جمعة اكتر مسعيدة علينا وعليكم نمشي شوية ناس مع نتي نحنا لسه معكم نتكلم عن حاجات بالزيادة بالزيادة خلاص كفاءة يعني كفاءة كفاءة دي بجد كانت حكاية ذاتة يعني اذا في حاجات من حياتك منفرط ذاتك في اوقات من الاوقات تقود تعمليها يعني النقصان تقود تشوف الزيادة والناقص والصحيات والغلط لا تقود ترتيب سياغة وراغة لا تقلب صفحتها في ناس تكلمت عنهم ان قطر شوق ممكن في اي محطة تنزله في حاجات ما تقدر تتخلص منها ممكن تدعيش بها وتدعامل معها لازم تعمل جرزيح سعب لازم تقود مع نفسك وتعمل يكون عندك دفتر سيء بتاع الدكان داك بتاع الديون داك دكان الحلة تعرف الشيطة يأتيه كما قال أبويا الحياة وظيفة الله يرحمه وبيحه حسن ربيم الحياة وظيفة نعتيب عمرك واحدة من العبارات قال ودخل الدوانة تدفع فواتيرا من عمرك من أيامك ومن حياتك ومن ذكرياتك ومن صحتك لكي تلازم في حاجات الزوء لازم يغزيها يعني وتعالج من كل شيء غرآن داك إنسان قدر ما يلزم الزكر والاستغفار والصلاع النابي كل ما يكون قريب لأ الله كل ما يكون أموره وماشى ودعوته مستجعب الدعاء ذات واحد من الأدوات الرئيسية من الأبواب الرئيسية التي تغير القدر كله القدر ما تدعي ربنا ويكون قريب كل ما يكون أمورك طيبة ومستجعب الكفارات التي تحدث لك يكون عندك قدر على التحمل الإبتلة المرض تسهي يقول يا خدش نو ده مستخبني وينه ده مستخبلك وانتكد ابتلاءات حيات حاص وانتكد تكون على قدر يعني القدر ما أنت عندك قدر على التحمل الإبتلة تكون قدر قدر ما الناس يكبرو كبارستين لا تدعامل معهم بطريقة كويسة لازم والديك دي هم ساعدت الدنيا والآخرة هم ذات والناس كبارات لازم يحافظ عن نفسهم لازم الأمات زيدينا يقول تشرب موية كتير تحافظ على الصحة تكفي حائحة كبارات دي من الحياة ربنا يعني كلم عنا الحق على الزواجين بين نفسه إذن بالوالد إحسان دي واحدة من الخطوط الحمراء المفروض أنت تكون عارفة ما تقول لي عشان فلان مثلا ما ما بقدر عيش مع أمي زوجتي قالت زوجتي قال ما في كلام زيداء خطة أحمر الوالدين لأنه أصلا هم الحاج الممتدعوض في الدنيا هم الناس يحبوك بدون مقابل حقيقين جدا في محبتك وإن أعظم وظائف تعرضت في العالم وظيفة الأم والأب بالزيادة في الوالدين يكون عندك قدر على أنك تزيد محبتك وزيد رعايتك وستكفل لأنك تخلي أهل تدارك وخلي حياتك عشان والديك وشارب أنه يريدون بر وأنه يريدون صحيح وقول لك نمشي قدام الجماعة نهنيك دانا النزير السويت هارت مدرسة الجميلة ونجاح كان أولى إن شاء الله دائما ننبر وإن شاء الله دائما موفقة ودائما ناجح أولاد باهجة بردو نحن نحييهم على النجاح وخدر إن شاء الله دائما موفقين ودائما ناجحين من هنا عبر وإدن ماري وإدنوبا وكل الناس الحلوم إذن أغمار الضواحي واحدة من أغمار الضواحي النور يعني وكيد قال لما الظلم مكسوف إذن نمشي نسمعها وكيدة الصلاحية أولى دي عاد نعود للتقاء بكم معنا ضيف أيضا بروفيزا مهم علي إن شاء الله بنسلم عليه ونتكلم معه أيضا صفحة علمية مهمة في مدار حياة